كيفية النزول إلى السجود الأخبار التي وردت في النزول للسجود سواء على اليدين أو على الركبتين كلها ضعيفة والذي صح في هذا الباب أثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقدم ركبتيه على يديه عند النزول للسجود وبه أخذ الجمهور والأخبار التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلها ضعيفة في هذا الصدد